بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم أمين يا رب العالمين أهلا بكل مشاهدينا الكرام مشاهدي كتاب قلوب عامرة ما زلنا في رحاب تصحيح صورة المرسلات إحنا صححنا من الآية عشرين لتمانية وعشرين واليوم بقى الكتاكيت بقى حيبتدوا إيه يعني الكتاكيت والكبر اللي قاعدين ورا الكتاكيت مش كلهم كتاكيت يعني يلا يا حلوين يلا يا أستاذ أنس عشان كان عادة زعلان أن إحنا ما أراش كان الوقت خلاص فزعلان نصلحك بقى سمعنا قراءة بقى إيه منضبط استعز بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نخلق من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين جميل ربنا يفتح عليك والتلوين الصوتي رائع وخدت بالك من الإضغام الكامل اللي قلنا عليه في الحلقة الماضية في ألم نخلقكم من ماء مهين قلنا إنه القاف حتدخل في الكاف ده إضغام كامل وحيبقى مش عندي قاف وبنطأ كاف تمام؟ يلا يا لانا ألم نجعل ألم نجعل الأرض مها الكفاتة الأرض الأرض كفاتة مش آ آ آ مش آرض آ فتحة آ بقى مفتوحي مين وشمال الأرض كفاتة أحياء أو أموات نشبع بس المد وعندي المد هنا مد إيه؟ ألف مد الألف كم حركة؟ أربعة أربعة لأن ده مد واجب عشان ده مد إيه؟ واجب حرف المد أهوف أحياء وراء جاي وراء همزة في نفس الكلمة يتمد وجوبا أربع حركات يلا أحياء أو أموات واجعلنا فيها رواسية وجعلنا فيها را را رواسية را را هنا إيه؟ يا شروء مفخمة مفخمة ليه؟ اللي عارف السبب يقول عشان على فتحة؟ عشان الراء مفتوحة را 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 روا را و رواسية روا 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 يا شاميخات لا 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 شاميخات شاميخة شاميخة وتحس كده فخامة الجبال الشامخة شوفي الصوت القرآني ليه قد إيه تأثير في المعنى؟ يحسسك بالمعنى زي كلمة حرير لباسهم فيها حرير فتحس نعومة الحرير في الصوت الرقراق ده اللي انت بتنطعه شاميخات برضو تحس فخامة الجبال مع استعلاء الخار دي الموجودة في الكلمة وده من أسرار اللغة العربية وجماليات هذه اللغة وإعجاز القرآن الكريم الصوتي شاميخات وأسقيناكم ما أنفر برضو دول اتنين ونص تلاتة لربع ما أنفراتة ما أنفراتة لا مش فراء فراء فراتة ويل يومئذ للمكدبين يلا يسار ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين جميل يلا يا مريم ألم نجعل ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتة وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَّةَ بردو كده بردو كده يا مريم الراء يا مريم هتزعل منك وتاخد على خطرها تبقى هي مفخمة وأنا أعملها حاجة تانية صح؟ أعملها إيه؟ فخمة ولا رقيقة؟ الراء فخمة لأ عليلي صوتك كده الراء دي بتاعت رواسية دي فخمة ولا رقيقة؟ فخمة فخمة وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَّ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمَّا أَنْفُرَاتا إحنا كالنا الغنة وإيه؟ وكروتنا المد وَأَسْقَيْنَاكُمَّ بصيل وَأَسْقَيْنَاكُمَّا أَنْفُرَاتا وَأَسْقَيْنَاكُمَّا أَنْفُرَاتا جميل وَيْلُوا يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَزِّبِينَ أَحْسَنْتِي أَحْسَنْتِ يَلَّا يَحَنُّونَا أَلَمْ نَخْلُقُمْ أَلَمْ نَخْلُقُمْ مِمَّا إِمْ مَهِينَ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينَ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٌ فَقَدَرُنَا 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 فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلُوا يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَزِّبِينَ جميل يلا يلا يا آدم أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتَ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتَ وَاجْعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا أَنْفُرَاتَ إنت عندك الجزئية بتاعة التنوين هنا هقول إيه؟ مَا أَنْفُرَاتَ مَا أَنْفُرَاتَ وَيْلُوا يَوْمَعِذٍ وَيْلُوا يَوْمَشْ تبقاش وقع كده الإقاع بتاعة ده تهديد للمكذب يعني الذي لم يصدق رسل الله ولا الآيات الكثيرة اللي في الكون اتدال على وجود مين؟ الخالق العظيم فده تهديد مش هقوله بقى وأنا إيه بنام بقى لا أبقى أمصح صح وَيْلُوا يَوْمَعِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلُوا يَوْمَعِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أحسنت يا آدم نختم بقى بشيخ عبد الله ألم نحلقكم ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وَيْلُوا يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتَةً ضاد مش دال أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتَةً أَحْيَاءً وَأَمْوَاتَةً وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا أَنْفُرَاتَا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أحسنت يا شيخ عبدالله الله يفتح عليك وعليك جميعا وصدق الله العظيم وبلغ رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله اللهم حجة لنا لا علينا اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين يا رب العالمين